أصعب شيء تمرد المراهقين وأنا عندي ولد عمره خمستعش وبنت عمره ثلاثتعش متمردين عليه وعلى أبوهم فكيف نتعامل معهم؟ شوفوا المراهق في خمسة قواعد لازم تعطون هيا حتى يكون مطيع وغير متمرد واحد أولا لازم تعطونا الثقة بنفسه يعني المراهق بمجرد ما يشعر أنه هو مظلوم يتمرد عطوا ثقة عطوا مسؤولية يحس نفسه أنه شيئا مذكورا فإذا شعر أنه شيئا مذكورا شذي تشوفونا يستجيب لكم يحترمكم يسمع لكم ليش؟ لأنه إحنا قدرنا ذاته لأنه إحنا احترمناه لأنه عطينا مسؤولية لأنه 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 إلى آخره هذا واحد اثنين المدح مهم بنت أو صبي أو ولد امدحوهم المراهقين المدح يسعدهم يطفي الغرور اللي عنده يطفي التمرد اللي عنده لأنه يفهم المدح أنه أمي تحبني أبوي يحبني طالما هم يحبوني إذن أنا مستقرة نفسيتي بس بمجرد ما أشعر أنهم ما يحبوني أتمرد أثنين المدح ثلاثة هذه نقطة خطرة بتكلم فيها أنا الحين عملية التغيير لا تكون أنت القائد لها مو تبتغير سلوك عنده معاجبك أي سلوك يتشذب يتحايل يكسر أي سلوك لا تخلي لا تفرض عليه فرض التغيير أنت لازم ما تكسر أنت لازم ما تشذب يا بابا خليك صادق لا لا عملية التغيير خله هو يقودها مو أنت تقودها إذا أنت تقودها يرفضك ويتمرد عليك لأنه ما يبي إملاء ما يبي أحد يلقن ويملي عليه ما يبي وإذا سوى نفسه أنه جدامك والله هو مستجيب لك ترى من ورى ظهرك يمكن يلعب عليك فأنت عملية التغيير ما تقودها خله هو يقودها بابا نعم أنت تشذبت صح؟ نعم تشذبت طيب قول لي أنت قول لي أنت قول لي أنت شوفوا مو أنا أقول قول لي أنت هالمشكلة كيف ما تتكرر مرة ثانية يلا يا بابا عطني الحلول يا بابا عطني الحلول يا بابا عطني الحلول شوفوا عملية التغيير من وقعد يقودها؟ هو يقول لك أنا صراحة لما تشذبت عليك يعني أنا كنت خايف أنك أنت تضربني ولا تعصب لأنه من شهرين أنا سويت لك كذا بس أنت عصبت علي وحبسني واخت مني الهاتف الجوال عشان شذي أنا الحين جذبت عليك طيب أنا الحين لا أعصبت عليك ولا ضربت ولا أخدت الهاتف الجوال عطني حل قال خلاص بدام أنت تعاملني بهذه الطريقة أنا ما رح أجذب وحتى لو أسوي الغلط أنا رح أقول لك فش تقول لأنت خلاص عهد وعد قال عهد وعد الآن من اللي يحل المشكلة أنا ولا هو هو اللي يحل المشكلة طالما أنه هو يحل المشكلة إذا ما رح يتمرد متى يتمرد المراهق لما أنا أكون حلال المشاكل ولذلك في بعض الأمهات ما يخلون الولد يتنفس ما تخليه يتنفس أبدا اتوكلت شربت لبست علم كل شيء كل شيء كل شيء طاحة في مشكلة وهي تحلالها حتى أنصار مريض وتروح مع الطبيب الطبيب يسأل الولد أو البنت ها خير إن شاء الله شفيك من لي يتكلم الأم تتكلم يعطي فرصة يتكلم خلي عبر ماسخ شخصيته تماما ولذلك يعني بالنسبة لو بنرجع المدارس مرة ثانية المعلمين في المدارس شلون يعرفون أنه هذا الطالب أو هذه الطالبة عنده مشكلة عنده مشكلة كيف يعرفون؟ في مجموعة علامات واحدة من هذه العلامات الاعتمادية دائماً ماعتمد على غيرها ماعتمد على غيرها ماعتمد على غيرها هذا معناته عنده مشكلة في البيت شوفوا هذا مؤشر الطالب اللي دائماً ماعتمد على غيرها هذا عنده مشكلة في البيت الطالب اللي دائماً منطوي منعزل هذا عنده مشكلة في البيت هذا مؤشر هذا مثل بوصلة داخل المدارس نقدر نفحص في البيوت شلون تربيتهم الطالب اللي متردد كل ما عطينا مشروع ولا عمل تشوفونا متردد هذا عنده مشكلة في البيت الطالب مثلا اللي دمعته سريعة كل ما كلمناه كل متين انزلت الدمعة وانزلت الدمعة عنده مشكلة في البيت الطالب اللي في الفصل ينام ينام كلمنا بغمض عينة ونايم في المدرسة عنده مشكلة في البيت إذن في مجموعة علامات مثل فحص الترمومتر حنا نقدر نفحص الطلبة والطالبات في المدارس ونقدر نعرف عندهم مشاكل في بيوتهم ولا لا في مجموعة علامات الطالب اللي يشق مثلا يرسم لوحة كذا أو يكسر وبعد ما يخلص يكسر ويشق هذا عنده مشكلة في البيت عنده مشكلة في البيت طبعا أنا قاعد أتكلم خلينا نقول 80% لكن هي تحتاج شوية جمع معلومات عشان نقدر إحنا نثبت الموضوع فالشاهد من هذا كله إنه بالنسبة للمراهقين الشباب والبنات أنا أقول عطوهم الثقة مدحوهم عطوهم مسئولية وخلى هو يقود عملية التغيير هذه نقطة مهمة لعلاج المشكلة ترجمة نانسي قنقر